غواصة أو مركبة تايتن لازال اسمها متصدر الأخبار والعنوين على الرغم من مرور ما يقارب تسعة أيام من وقت فقدانها ولاحقا الإعلان يوم الخميس عن وفاة كل اللي كانوا بداخلها في انبجار المركبة تايتن مركبة أو غواصة تابعة لشركة أوشنغيت بيعملوا فيها رحلات سياحية إلى حطام تايتانيك في المحيط الأطلسي على عمق أربعة كيلو تايتن انفقدت وانقطع الاتصال فيها بعد ساعة وخمسة واربعين دقيقة من بدء رحلتها وكان على متنها خمسة أشخاص هم الرئيس التنفيذي للشركة اللي عملت الغواصة وملياردير بريطاني ومغامر فرنسي ورجل أعمال فاكستاني وابنه المراهق وبعد البحث أربعة أيام تم الإعلان ليل الخميس أن تايتن انبجرت بسبب عدم تحملها ضغط أحماق أعماق المحيط من بعد اللي صار بدأوا الناس يتداولوا صور وتسجيلات منسوبة لتايتن وبيقولوا أنها من بقايا الحطام حقها مع أنه خفر السواحي الوقت لما انطلعوا وأعلنوا عن الكارثة ما نشروا أي صور للحطام الصور اللي حتشوفوها الآن أمامكم تم تداولها بشكل كبير جدا على المنصات وعليها آلاف التعليقات والمشاركات ونسبة الغواصة تايتن ولكن من بعد البحث والتدقيق فيها تم الكشف عن حقيقة الصور والحقيقة أن الصور مو من حطام تايتن الصور من بقايا صور لحطام سفينة تايتانيك اللي غرقت سنة 1912 وحقيقة المفاجآت حول القصة لسه ما انتهت فمن بعد سلسلة الأخبار اللي شفناها عن السلامة والأمن على متن المركبة والتحكم فيها بجويستيك من الحقيقة يعني البلاي ستيشن وبعدها ظهور ناس راحوا الرحلة قبل وتانين كانوا راح يكونوا على متنها ونفدوا بجلدهم بعد كل هذا اليوم في مفاجأة جديدة كمان فبحسب صحيفة وول ستريت جيرنل انبجار الغواصة ممكن تكون السلطات رصدتوا من يوم الأحد أذكركم بس هنا أنه الغواصة انفقدت الأحد ولقوا حطامها الخميس مقال وول ستريت جيرنل بيقول أنه الجيش الأمريكي عنده نظام عسكري سري كان بيستعملوا زمان يرصد فيه غواصات السوفيت وهذا النظام رصد بعد ساعات من فقد الغواصة صوت بيشبه صوت انبجار جسمها الداخلي ومن وقتها والشكوك حول انبجارها ترجحت عند السلطات وهذا الصوت ومصدره ساعة في عمليات البحث وتضييق المساحة اللي بحثوا فيها والوصول للحطام في النهاية ومن التطورات كمان الجديدة أنه خفر السواحل الأمريكي أعلن فتح تحقيق في الفجار الداخلي لتايتن وأنه رح يتم تحديد سبب المأساة وتقديم توصيات للسلطات لمتابعة العقوبات المدنية أو الجنائية حسب الضرورة وقال كمان أنه رح يتم عقد جلسة استماع علنية لجمع شهادات إضافية من الشهود ومن بعدها رح يصدر تقرير بالأدلة والاستنتاجات عن سبب الانبجار ورح يتم تقديم توصيات كمان في كندا كمان عين خفر السواحل المحاققين راحوا للسفينة الأم اللي كانت بتتواصل مع تايتن لجمع معلومات وبيانات الرحلة وأنه تم استجواب طاقم السفينة وأكدوا أنه هذه التحقيقات مو علشان يلوموا أحد وإنما علشان يعرفوا إيش اللي صار بالتحديد ويمنعوا تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا وتم كمان تداول معلومات أنه الشرطة الكندية كمان بتحقق في الحادثة وأنها بتبحث إذا كان فيه انتهاك للقوانين الجنائية أو الفدرالية أو الإقليمية وطبعا التحقيقات بتطرح كثير أسئلة خاصة من بعد كل متداول عن إجراءات الأمن والسلامة على متن الغواصة ومعرفة الشركة بخطرها من قبل مؤسس ومدير الشركة المصنعة للغواصة واللي كان من ضمن ضحاياها هو من أكثر الناس اللي بيحوم الكلام حولهم خاصة وأنه له فيديوهات ومقابلات كثيرة بيتكلم فيها أنه على دراية تامة بخطورتها ووجود مشاكل في سلامتها ومع رواية قصة وناس شافت مفارقة فإنه اخترع الشيء واختراعه كان سبب وفاته وعلى فكرة مهو الوحيد في التاريخ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة